لكن هاني نوصي الشعب الجزائري هم رايحين إلى عملية تفجيرية إلى عملية إرهابية ويجيب لكم بعد زوجة حادح ونطلاثة ويقول لك رشاد أمرتنا ببالك نحن حركة سلمية مدنية سلمية نرفض العنف نكفر بالعنف نحتقر العنف والعنيفين لأن نعتبر هذا الضرر على الإنسان أينما كان وعلى الجزائريين وعلى الوطن الجزائري العالم يعرفنا أكثرنا يعيش في دول ما تلعبش معها في الأمور هذه فغير ما ترتكبوش حماقات لأن العالم لن يصدقكم والجزائريين لن تصدقكم والجزائريين لن يصدقوكم وإذا ارتكبتموها ستسرعون من سقوطكم كذبة هذه أن يتصل معايا ما نشعارف العنابي ولا هذا البسكري ولا ما نشعارفوش قالو هذه كذبة كبرى لا يصدقها أحد كان حاجة اسمها هنا جي سي هيتش كيو جي سي هيتش كيو هذا مركز لتصمت عالمي يسمى قاع المكالمات انتع نصف العالم والله ثلاثة أربعة العالم وأي مكالمة يحطوا الفويس كل واحد مننا رب يعطالو كم البصمات كل واحد مننا عنده في الصوت انتعوا بصمة يكفي أن يسجلوا صوتي وحطوه رح يخرج لهم كل المكالمات اللي درتهم منذ أن وجدت على هذه البلاد مثلا أو مراد في سويسرا مراد هنا أو عباس عروة أو نازيم في فرنسا أو سوريا في فرنسا أو أي واحد من أعضاء حركة رشاد أو في كندا أو في ألمانيا أو في إيطاليا أو في غيرها مثل عبوش أني ننصح كنبرك رحنا أولا ثقتنا في الله عظيمة ثقتنا في شعب جزائري عظيمة ثقتنا في أنفسنا كبيرة معرفتنا بالمعركة واستراتيجياتها وأولوياتها أساسية سلميتنا يعرفها القاصي والداني العدو والصديق المحب والكاره يعرفون ذلك وهي استراتيجيتنا التي لن نحيد عنها ستقومون بعمل إرهابي نحن على يقين من ذلك حاولت أكثر من مرة لكن كشفنا لفضايحكم أخرتكم لكن هذه المرة لكم محشورين قاصة أنا عندكم أخبارنا في تحركات تعلق الحرك وبإمكانية للحركة أن يعود يندلع سنقاومكم سلميا إلى آخر نفس لن نتراجع أبدا نهضة الجزائر وحرية الشعب الجزائري وكرامة الدولة الجزائرية والوطن الجزائري وإلا نفضل أن نموت على أن تبقى بلادنا كما رهي اليوم لكننا سنظل سلميين ومقاومين سلميين إلى آخر نفس لأن العنف هو الأكسجين هو الجيفة لتعكم مثل الجيفة للديدان والذبان ترجمة نانسي قنقر